في ذكر بقى الظروف الجديدة الاقتصادية لازم يبقى فيه جزء علينا وجزء على الدولة وبالمناسبة الجزء اللي على الدولة لازم يبتزي الأول وده اللي بيحصل كل مرة وده اللي الدولة بتحاول تقوله كل مرة الدولة قالت انه آه احنا عارفين انه موجة ارتفاع الأسعار بسبب كل اللغوط الاقتصادية اللي بتحاصرنا من كل جهة حصلت وبنعترف بيها وبنواجهها وبنتكلم عنها ونقول كمان انه الدولة بتعلن مسؤوليتها الاجتماعية اولا ناحية غلاء الأسعار والنهاردة في واحد اربعة بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تصرف معاشاة شهر ابريل من مكينات الصرف القالي بزيادة 13% دي كانت توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمجموعة من الإجراءات المالية اللي الهدف منها انه يخف على الناس الاحساس الشديد بتدعيات الاقتصادية العالمية وتحديدا فئة المعاشات اللي السنة دي هتزيد 13% الشهر ده زادت 13% بحد أدنى 120 جنيه وحد أقصى 1222 جنيه مين اللي هستفيد من 13% دي؟ 10 مليون مواطن تكلفتها على الدولة 3.8 مليار جنيه شهريا لكن زي ما بقول لحضراتكم كده الدولة بدأت الجزء اللي يخصها فيه جزء تاني يخصينه وفيه جزء تاني يخص طريقة انفقنا وطريقة صرفنا ما ينفعش أبدا أن أبقى أنا بشتكي طول الوقت من غلاء الأسعار لأنه طبيعي كل الناس وكل مستويات بشتكي من الغلاء لكن سلوكياتي اليومية اللي ينفع تقل لسه موجودة يمكن اللي بيفرق العالم المتقدم اللي احنا بنقول عليه أنه عندهم ثقافة الاقتصاد شوي يمكن عدد الأطباء اللي بتترمي أكتر من عدد الأطباء اللي بتتاكل عدد المرات اللي الناس بتاكل فيها بره أكتر من اللي بناكل فيها جوالبيت يمكن الثقافة دي تتغير وبالمناسبة أنا بكلم طبعا الطبقات اللي بتقدر تعمل كده لكن بالمناسبة مش لازم الحكاية تبقى بس عشان أنا عايز أوفر عشان أحافظ على مزانيتي ممكن أبعايز أوفر عشان أبص جنبي وعشان أزود مسئوليتي ناحية الناس وتجاه الناس موسيقى